نظم المجلس الأعلى للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل فنية حول المسئولية الممتدة للمنتج بهدف تعزيز إدارة المخلفات المستدامة من خلال الشراكة في تحمل المسئولية لكافة الشركاء ونشر مفهوم الاقتصاد الدائري في المنطقة وانطلقت الورشة بالتعاون مع مركز التكنولوجيا البيئية التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بحضور عدد من الخبراء والمعنيين بإدارة المخلفات في دول غرب أسيا خلال الورشة أشار سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ أن مملكة البحرين أقرت الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دوليا لتقليل المخلفات وتعزيز عملية إعادة التدوير مؤكدا سعادته أن مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج من ضمن المنهجيات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للمخلفات في مملكة البحرين مشددا على أن تجارب العديد من الدول أثبتت بأن هذه المنهجية فاعلة وأن العالم بات منفتحا على خلق مثل هذه الشراكة بين كل الأطراف والمنبثقة من ببادئ ريا دي جانيرو التي اعتمدت في عام 1992 وأنها باتت جزء من التشريعات الوطنية من جانبه أكد السيد سامي ديماسي ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة المدير الإقليمي لغرب أسيا أكد أهمية المسئولية الممتدة للمنتج في تعزيز الاقتصاد الدائري وذلك من خلال معالجة إدارة المخلفات في مرحلة نهاية العمر وتشجيع المنتجين على إعادة تصميم المنتجات والتعبئة والتغليف في مراحل مبكرة اشتركوا في القناة